وإحنا بنتكلم عن المنتخب كمان والأهلي والزمالك مبارح شوفنا فوز مستحق للأهلي ويعني لعب لعب ناشئين يمكن ما كناش نعرف حتى أساميهم ضغطين وبيلعبوا شوفنا علي معلول وإليو ديانج والجل العظيم لمحمد هاني شوفت مرتش الأهلي إزاي مبارح تأكيد ماتش كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي لعبين في زل طبعا الغيابات الكبيرة جدا نحن نلعب من غير 60% تقريبا من الفرقة أنا شايف نداز زال الضغط عنهم أكتر لأنهما بلعبوا بدون ضغوط خلاص يعني لو الأهلي خسر ما كانش حد يتكلم كتير ولا خلاص ولا نظرية أنه المصريين كلما بيتضغطوا بيطلع منهم النتيجة أفضل ده برضو جزء مهم جدا لأنه إحنا لما بنبقى في أسوأ الظروف لا بنبقى رجالة حقيقي فعلا أنه بننتعامل بشكل قوي جدا أنه اسم مصر وقميص النادي الأهلي المهيب في كأس العالم أنه برونزيت بطولة العالم الأخيرة أو كأس العالم الأخيرة بكتر هذه المرة في الإمارات بشكل مميز حضور جمهيري كبير النهاردة شفنا واحد بيلعب ليبرو زي محمد المغربي 3-4-3 ومشتقاتها على الأرض الملعب من بيتسو موسماني لعب بالطريقة التي تناسب اللعبين أنا انتهيت تشكيلة لبيتسو موسماني بيلعب بيها مبرح دي أول مرة يلعب به مع بعضها طبعا طبعا لأنه واحد زي محمد مجدي أفشا بيلعب ارتكاز إلى جوار أليو ديانج إزاي يعني محدش كان يتوقعها بالمرة وأنا في مباراة علاقت عليها يمكن أمام سموحها خسروها 0-3 في الجولة ما قبل الأخيرة من كأس الربطة بالمناسبة دور المجموعة بالضبط وكان إيه يعني فكين ومهرولين وأي حد يقول أن التشكيلة دي على بعضها محدش ينفع يلعب بيها ولكن في فترة لعب فيها في كأس الربطة باللعبين النشئين فقط وكان بيجهز بدنيا اللعبين الكبار اللي ممكن أن يشاركوا في مثل هاتين مباريات لعب بشكل رائع جدا بيتسمو سمعني محمد هني توظيفه في المنطقة الأمامية في ناحية المين أدوار دفاعية أدوار هجومية في نص الملعب الهجومي تحديدا متابعة الساكن بول مع العرضيات اشتغل بشكل رائع جدا علي معلول وتقلقه بشكل كبير جدا أحمد عبدالقادر وكان شغل رائع جدا طهر محمد طهر وأضع العديد من الفرص الأهلي قد مستوى فاني استثنائي بلعبين مش هما اللعبين المعتاد عليهم أن هما يتقلقوا لكن قدر أنه يقدم مستوى كبير هلعب بلميرس إن شاء الله البرازيلي في مبرامة مكررة من سيناريو وتحقيق البرونزية في العام الماضي بإذن الله إن شاء الله سيكون يوم الثلاث ساعة ساعة ستة ونصف مساء متقوية للقاهرة بإذن الله إن شاء الله الأهلي قادر أنه يتفوق وفي ناس كتير بمناسبة المنتخب والنادي الأهلي لسنة الفتك دائما بنتكلم عن أنه ضغط المباريات وأنه الدوري مضغوط والكلام ده والله ربا ضرت النفع لأنه لو لضغط المباريات والرتمة اللي كان أعلى من الدوريات الأوروبية بالنسبة للعبين المحاليين ما كان منتخبنا وقف على رجل دلوقتي وما كان النادي الأهلي قادر إن هو يكمل بكل تأكيد والنتاج الإجابات دي كمان يعني يبتدعم بعض بإذن الله بإذن الله وتكمل النهاردة إن شاء الله ببطولة وبإذن الله يوم 12 كمان بوصول النادي الأهلي المبران لأنه بمثل اسم مصر في الأول وفي الأخير بكل تأكيد